الظهور الأول هو طبعاً ظهر قبل كده مع كابتن حسام في الدورة الردية لكن الظهور الأول على المستوى الرسمي فين؟ في مشوار تصفيات كاس عالم اللي الكتير الحقيقة متوقعين أنه المنتخب المصري قادر على حسم بطاقة التأهل ولكن يعني تجربتنا مع كاس العالم والتصفيات تحديداً مش مضمونة نتمنى إن شاء الله نراهن على مباراة بوركيني أنه كابتن حسام يقدم لنا المنتخب في صورة مباشرة على أقل تأدير لمشوارنا والفرصنا في الحصول على البطاقة وبإذن الله هدفنا أبعد من كده يعني يبتالي نحن متفقين أنه قصة التأهل في حد ذاتها مش هدف هي وسيلة أن نحن نروح نعمل حاجة بقى في كاس العالم إن شاء الله بإذن الله نحن مش أقل من المنتخبات العربية أو الأفريقية اللي ظهرت في كاس العالم في قطر بشكل أكتر من رائع رحب بكابتن سعيد عبدالعزيز ضيفي النهاردة في السادسة نجم النديل أهلي طبعاً كابتن سعيد مساء الخير بسيطة نور السيد أحمد وأنا سعيد الموجود معك دايماً تنور الدنيا دايماً في بيتك أهلاً وسهلاً بك خليني أبدأ معك من ملف المنتخب الوطني تولي كابتن حسام حسن المسئولية مقدمات الفترة اللي اشتغل فيها لغاية دلوقتي وتوقعاتك أو رؤيتك لمطش بوركينة والأهداف اللي محتاج كابتن حسام أنه يحققها من مبارادي جنب التلاتة بنت يعني التلاتة بنت طبعاً مفهومش نقاش بس مع التلاتة بنت أكيد بيسعى لتحقيق أهداف تانية كتير طيب بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً هو في البداية احنا يهمنا الاستقرار يعني أنا شايف أن كابتن حسام الفترة الأولى اللي تولى فيها المنتخب ما كانش فيها استقرار شوية محمد صراح ما كانش موجود الشكل العام الهيكل الفرقة دخلنا بطولة قوية جداً في مصر يمكن ظهرنا بيها في بعض المباراة بشكل كويس لكن ماتش الكرواتية كان الأمور مش متزبطة كتير الورش والزبطة والكرواتية تقيل علينا ده طبيعي جداً تتكلم على فريق ثالث عالم طبعاً نجوم على أعلى مستوى كوفازيتش مودريتش لا هو هو كلهم إتش دولات إتش لا هو من ناحية الفنية طبعاً هم أكيد هم أعلى لكن احنا بتكلم على حتة أن أنت لسه تغيير مدير فني ولسه كان فيه أزمة في كاس الأمم لكن أنا شايف أن الفترة اللي فاتت دي فيه استقرار معظم الفرق المصرية بتاخد بطولات كبيرة سواء الأهلي أو نزة مالك المستوى الفني في الدوري الممتاز رائع جداً ولعيبة بتظهر بشكل كبير جداً بقى عنده قاعدة كبيرة أنه يختار أفضل لعيبة قاعدة لنا كابتن سعيد نحن حيرانين في باك ليفت وباك رايت يعني بص القايمة كابتن حسام غير محمد هيني وإحمد فتوح وكأن مصر بأنديتها والدوري درجة الأولى ممتاز والدوري المحترفين وإنت يمكن صحيح ما فيش القماشة عندنا ومشاكل هنرجع من البدايات هل هي مشاكل كواليتي لعيبة وماشا ولا مشاكل اختيارات أسمع وجهة نظرك بل طبعاً أنت حضرتك تبعت الأجيال كلها حتة الباك ليفت عندنا فيها مشكلة من زمان يعني حتة الباك ليفت بزات لكن إحنا ده موجودة في نادي الأهلي نفسه يعني إحنا لما معلول بيتصاب بتطرر تلعب عمر كمال أو بتطرر تلعب كريم فإنت عندك مشكلة لكن حتة الباك رايت تمشي يعني ممكن محمد هني موجود أكرم توفيق لعب فيها تمشي الأمور تمشي لكن حتة الباك ليفت دي هو الباك ليفت لازم يبقى أشوال؟ لا هو الأفضل يبقى أشوال يعني إحنا ما حنكرة دلوقتي اتطورت يعني فيه نظام الشغل بقى والتاكتك عمر كمال بيعجبك في مركز الباك ليفت؟ أدى مبارات الاتحاد بشكل رائع جداً ويمكن أحرز هدف كمان طبعاً أمتع هدف الدولي إحنا ختمنا الحلقة مبارح ختمنا اتكلمنا يعني كانت علامة الاستفام الكبيرة مع أعلان القايمة هو ليه عمر كمال مش موجود كباك رايت مش كباك ليفت ومبارح بعد خروج فتوح من المعسكر تسألنا يعني ليه عمر كمال ما كانش موجود مبارح لكن بمجرد حتى الحلقة ما خلصت عرفت أنه جالي الخبر أنه كابتن حسام قرر يضم عمر كمال عبدالواحد ده اللي كنت بقول حضرتك علي من شوية كابتن حسام عنده القاعدة كبيرة فهو طبعا مفروض بيبقى عنده اختار اختيارات معينة بناء على مطشين اللي هو بوركينافاس وغينيا لكن عنده ويت انجلسة البعض اللعيبة يعني دايما بيبقى حطف دماغه سيناريو واحد واثنين وثلاثة لهو مش موجود واحد اثنين أكيد بيقى فيه ثلاثة أنا شايف أن عمر أو كريم لما بلعب باكليفت الاثنين دايما دايما بيبقى غالبا أفضل أن يكون أشوال على عكس الجراحة الشمال المفروض انه يلعب برجله اليمين وعلى فكرة في الكورسات بتبقى صعبة شوية هي دي لكن في الكورسات كمان بتبقى في شكل أسهل في الكورسات تغطية دفعية تغطية دفعية لكن هي القصة كلها إنه لو وصلنا للتلت الهجوم تغطية العكسية سهل جدا انه يتعامل باليمين خلاص داخل باليمين على عدلته لكن القشوى الممكن بقى يخش يقلس فهو كده كده بقى ضامن الكورة لكن حتة بقى والأسهل إنه لعيب يلعب برجله الاتنين وريحنا بس أنت مش موجود حسنا بديتكلم دراتي على باك لفت مش موجود لكن هي قصة في التلت الأخير دي بتبقى مشكلة جدا لأن شو بقى معلول لما بيوصل بس بيرفع عني بيشيل الكورة تشيك بول خفيف لأي حد جاي من تحت دي سهلة جدا ميزان ميزان دهب طبعا طبعا بيفرق معنا كتير إن شاء الله بإذن الله تعالى لكن أي واحد بقى ريت هيتطر أنه يعدل وبياخد وقت طبعا صحيح كان عندنا في الحتة دي أنا أختلف معك يعني كابتن ربيع عسين مش هقول حتى محتلفين مش هقول لك جلبرتو مثلا كابتن ربيع عسين في فترة من الفترات محمد عبداللهب الله يرحمه كان بك شمال طبعا يعني أعلامي كابتن محمد أعمارة طبعا كابتن سيد معوض طبعا أبو مسلم بعدين أبو مسلم طبعا يعني بك بس عندي لا في كابتن أحمد رمزي في الزمالك اللعب معنا كاسعلم برضو كان مميز جدا جدا مع الزمالك ومع المنتخب يعني ما كانش فيه أزمة قوي في المكان ده طول عمر هنا يمكن هي الأزمة حصلت حصلت معرفش هي أزمة أساسا أنت شايف أنها أزمة ولا أنت شايف فيه خامات عندك قول لي كده من في المركز ده عجبك سواء في دولي ممتاز أو في